شهدت مساء مسقعة المحاضرات بكلية الطيب بجامعة أنجمينة حفل تخريج الدفعة الثامنة عشر من طلاب الكلية والبالق عددهم خمسين خريجة المناسبة رأساء أمينة الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين بحضور رئيس الجامعة بجانب الأساتذة وأسر الخريجين محمود مسلفين وسط عدد كبير من أسر وأصدقاء وأهالي الخريجين بالإضافة إلى عمد الكليات بجامعة أنجمينة وأعضاء هيئة التدريس فضلا عن المدعوين احتفل آخر رجوع الدفعة الثامن عشر بمناسبة تخريجهم من كلية الطب بجامعة أنجمينة وحصولهم على شهادة الدكتوراء عدة كلمات تخللت المناسبة أولاها كلمة نائبة عميدة الكلية جيكون دادي أنتوانات التي رحبت بالحضور على مشاركتهم في الحفل مقدمة شكرها لكل الذين وقفوا معهم في تخريج هؤلاء الطلاب من إداريين وأساتذة ومشرفين حتى تمكن الخريجون من تلقي العديد من المعلومات الأكاديمية والمهنية التي تؤهلهم في مشوار عملهم المستقبلي الطالب كانيزوناي الذي قدم كلمة الخريجين حيث شكر فيها كل الأساتذة والإداريين بالجامعة على تفانيهم وتدريسهم منذ التحاقهم بالكلية كما وجه شكره الخاص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التي لا زالت ترعى وتشرف على العملية التعليمية بالجامعات لأجل تحقيق الأهداف المرجوة في هذا القطع أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين هو الآخر في كلمته هناء الخريجون بمناسبة تخريجهم وقال إن هذه الدفعة تعتبر إضافة جديدة للقطاع الصحي بالبلاد مشيرا إلى أن الصحة تعد من أولويات الحكومة مضيفا بأن الوزارة عبر علاقاتها مع الدول الصديقة ستسعى إلى تطوير الكليات والمعهد الصحية بجامعة أنجمينة وفيصل وذلك عبر انتداب الأساتذ الزوار والسعي إلى تبادل الخبرات في المجالات الحيوية والتكنولوجية وتجدر الإشارة إلى أن عدد الخريجين في هذه الدفعة خمسين خريجا من الجنسين واختمت المناسبة بالتوزيع شهادات التخرج للخريجين من قبل الأساتذة وعمد الكليات بالجامعة بالإضافة إلى بعض المدعوين